اشتركوا في القناة اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 69 لعام 2004 باعادة تنظيم وزارة الداخلية ويعاد ترتيب باقي بنود الفقرة تبعا لذلك ونصه الاتي نائب المفتش العام المادة الثانية تضاف فقرتين جديدتين برقمين 16 و 17 الى اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 69 لعام 2004 بعادة تنظيم وزارة الداخلية نصيهما الآتي ستة عشر الإدارة العامة لحراسة الديوان الملكي وتشمل إدارتين يقوم بتسميتهما وزير الداخلية سبعة عشر الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وتشمل إدارة الإعلام الأمني إدارة الثقافة الأمنية إدارة متحف الشرطة المادة الثالثة يلغى البند باء من الفقرة السادسة من أولا والبند ألف من الفقرة الثانية عشر من رابعا من المادة الأولى من المرسوم رقم 69 عام 2004 بعادة تنظيم وزارة الداخلية فيما نص المرسوم رقم اثنين بتعينات في وزارة الداخلية وجاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة الداخلية كل منه اللواء خليفة أحمد آل خليفة نائبا للمفتش العام بدرجة مدير عام اللواء عبدالله محمد الزايد نائبا لرئيس الأمن العام بدرجة مدير عام العميد علي محمد آل خليفة مساعدا لرئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بدرجة مدير عام العميد محمد بن محمد بن دينة مديرا عاما لإدارة العام للإعلام والثقافة الأمنية العميد وحيد جمعة دوي مديرا عاما للإدارة العام للحراسات العميد جبر سلطان أحمد السويدي مديرا عاما لحراسة الديوان الملكي العميد حمد علي المري مديرا عاما لمديرية الشرطة المحافظة الجنوبية العميد عبد السلام يوسف العريفي مديرا عاما للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ونص مرسوم رقم ثلاثة بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة المالية جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة المالية كل من إبراهيم محمد علي أبل وكيلا مساعدا للموارد والمعلومات طاها محمود محمد فقيهي وكيلا مساعدا للشؤون المالية كما نص مرسوم رقم أربع بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل من عبدالله أحمد عبدالله أحمدي وكيلا مساعدا للشؤون وأموال القاصرين محمد عبدالرحيم أحمد بوشيري وكيلا مساعدا لشؤون المحاكم والتوثيق مهمة 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 اشتركوا في القناة